وافاض الحجيج من عرفات حتى اذا بلغوا ارضا مستوية بين الجبال قال ابراهيم هذه ليلة جمع بهذه المزدلفة فنزل الحجيج واناخوا مطاياهم وافترشوا الحصاء وباتوا ذاكرين الله بين قائم وقاعد وعلى جنوبهم والقمر ينشر فوقهم ضياءه ويكاد يكتمل بدرا فهو قمر الليلة العاشرة منذ الحجة ونظر ابراهيم تحته الى الحصى في ارض مزدلفة وقبض بيمينه على حصوات عدها فوجدها سبعة فتذكر يوم عرض له ابليس ليرده عن ذبح اسماعيل فمال يومئذ الى الارض وقبض حصوات رجمه بها فكانت سبعة فانت تريد سبعة قال ابراهيم اليك عني اي عدو الله اتوسس لي في امر الله وقد هدان وجعلني على بينات منه اذهب عني فوالله لانضيان لامر ربي ويأس عدو الله ابليس من ابراهيم فتراجع الى اسماعيل فاعترضه ما هذا الذي تحمله قال الفتى شفرة وحب هل تدري اين يذهب بك ابوك قال نحمل حطبا لأهلنا من هذا الشعر اه انه لا يريد الا ذبحك قال لماذا سيزعم لك ان ربه امره بذلك قال اسماعيل في ايمان وثقة بالله ورسوله فليفعل ما امره به ربه ولو كان الذبح قال سمعا لامر الله وما ادراك ان الله امره بذلك انما تلعب به الشيطان في منامه فالتقط اسماعيل سبع حصوات ورجمه بها وهو يقول اعوذ بالله منك انك انت الشيطان وما ان تنفس الصبح حتى ام خليل الله الجموع في الصلاة قبل ان تطلع الشمس ثم اسرع بهم من مزدلفة يدفعون بجموعهم الى منامه وتقدم بهم نحو جبل ثبير فما بلغوه الا حين ارتفعت الشمس في الضحا ونظر ابراهيم الى العقبة التي عرض له ابليس عندها وقال ارموا جماركم ها هنا ثم كبر الله ورمى حصواته السبع التي التقطها ليلة الامس من المزدلفة وتابع الجمع الغفير عمل الامام الاعظم وتدافعت الايدي ترجم الشيطان وترد الرحمن ونظر ابراهيم نحو الصفا والمروة وراء الحجاج اذ فرغوا من طوافهم بالكعبة راحوا يسعون سبعة اشواط بين الصفا والمروة هذه المولاة المباركة هاجر ما احسبها تذكرني سمعتها تذكرك في وداعة وسماحة وتقول غفر الله لها والحمد لله الذي هداها لما هدانا اليه من نعمة الاسلام يا طالبا قصوت عليها وعنفت بها لا انسى لا انسى يوم جيء بها من منف وعلى رأسها التاج المذهب المحلى بالحياة المقدسة كانت يومئذ منهارة كاد يقتلها الحزن على ابن عميها امير منف الذي قتل قبل ان تزفى اليه وكانت تقاو من هيارها باذهار الكبرياء والانفة فوكلني فرعون اليها لأكسر انفها وأذلل قيادها وقد قمت قاسية غليبة القلب وما احسب قلبها يصف لي كلما كلما طفت هذه الذكريات على صفحة فكرها حوني عليك قد شف الله قلبها جر من غل الجاهلية وحقدها فاستغفر الله واعلمي ان الاسلام يجب كل شيء يا خليل الله يا خليل الله لو نصبت ابنك اسماعيل كاهنا في بيت الله يكهم للناس فيتقبل قرابينهم ويحل ذبائحهم ويأذن بزواجهم ويطلقى التوبة موتاه يقول ابراهيم لا كهانة في الاسلام وليس بين المؤمن وبين الله حجاب فهو قريب من عباده يجيب دعوة الداعي اذا دعاه ما اردت الا ان يكون لاسماعيل شأن في خدمة بيت الله يقول ابراهيم كان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ترجمة نانسي قنقر وكان خليل الله قائما يصلي في مقامه امام الكعبة حين احضرت النسوة الوليد الصغير بكر اسماعيل فتهلل ابراهيم وسجد لله وجرت من عينيه عبرات الشكر والرجاء اي خليل الله بارك الله لك في اسماعيل ودريته هذا اول الاصبات فخذه وطف به الكعبة ثم عوذه بالله من الشيطان ثم اختنه واذبح عقيقة تتصدق بها عنه ماذا اسميته يا خليل الله يقول ابراهيم هذا اول النبات من اسماعيل فاسميه نباتا وهو باللسان القول نبط ليكون ابا الانباط ان شاء الله لو نتقناه نابتا كان ذلك ايصر على لسان بني جرهم قال فهو نابت يا بني جرهم تعلمون ان ابنتي راعلة انجبت نابت ابن اسماعيل وهو اول اصباط خليل الرحمن ابراهيم فاي شرف لنا بهذا الصهر الكريم واي عز لنا بان نكون اخوال الاصباط الذين بشر الله بهم خليل وبشرت الملائكة بهم هاجر يرثون النبوة والكتاب والحكمة في مشارق الارض ومغاربها يا بني جرهم ان وعد الله حق وسيكون اسماعيل من قبل ان تروه او تدركوا زمانه تغنموا انموا بالكرامة في الدنيا والاخرة هنيئا لمن يؤمنون بالغيب وبالاخرة هم يوقنون اي مضاد بن عمر يا سيد قومنا ان فتياننا يريدون ان نظهروا فرحهم بالانشاد والطبل والرقص بالسيوف يا بني جرهم يا بني جرهم ان الاسلام اخر بيننا وقد جئتكم في فتيان العماليق لنشارككم افراحكم وسنريكم رقص فتياننا على ايقاع الطبول مرحبا مرحبا للسميدعي وفرسان قومه مرحبا للسميدعي مرحبا للسميدعي وفرسان للسميدعي مرحبا للسميدعي لا لا هي فرسان الخير موسيقى بمسمار بالليل غادر موسيقى 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 حيث قتنا موسيقى تصابحناك تصابحناك خفر الوديان تصالحنا صرح الإيمان على ودن دمع الحياة تصالح الإيمان ونابتنا نبت الرحمن تصالح الإيمان لا لا هيño كرسان الخير لا لا هيño أضياء بل لي لا لا هي massa لا لا هيollo أضياء بل لي لا لا هيConf وسجى الليل ونشر البدر نوره فوق الكعبة المشرفة وكان خليل الله قائما يصلي في مقامه فلما فرغ من صلاته نظر إلى سفوح الجبال في ضوء القمر فرأى البيوت قامت عليها ونصبت الخيام وبدأت تتكون مدينة بكة مدينة يذكر فيها الله في الغدو والآصال وآناء الليل وأطراف النهار مدينة مباركة ينتشر نورها بفضل هاجر وابنها إسماعيل لقد استجاب الله لدعائه إذ قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون وهاهو ذبنه البكر إسماعيل شب زعيما في قومه سيدا لفتيانهم فوجد حرما آمنا وصار أبا لغلام زكي فما بال ابنه الآخر إسحاق لم يكد يبلغ الحلم ولا يزال غريبا يضرب في الأرض وفوض إبراهيم أمره إلى الله وأسلم قلبه ووجهه إليه ونهض فودع هاجر وإسماعيل ثم طاف بالبيت طواف الوداع وامتطى راحلته وانطلق إلى الشام عائدا إلى حبرون يا نبي الله ورسوله وخليله أستحلفك برب السماوات والأرض ألا تتخذ لإسحاق زوجة من بنات الكنعانيين كفان ما لقيناه من امرأة الود قال إبراهيم نعم لن أتخذ له زوجة من بنات الكنعانيين فمن أين تريد أن تتخذ له زوجة يا رسول الله قال من أهلي من عشيرتي من قوم فمن ترسل من أصحابك لخطبتها يا رسول الله قال أرسل إلي عازر الدمشقي يا خليل الرحمن أترى إن ذهبت إلى أرض عشيرتك وقومك وراء الفرات ورفضت الفتاة أن تعود معي إلى هنا أأخذ معي إسحاق وننطلق إلى حرام قال إبراهيم إياك أن تذهب بإسحاق إلى هناك فمن أصطحب معي في هذه الرحلة قال تذهب وحدك فكيف أهتدي إلى الفتاة وأنا لا أعرف أحدا من أهلها يقول إبراهيم إن الله الذي أخرجني من دياري وأوحى إلي ووعدني أن يورث ذرية الكتاب والحكمة في المشارق والمغارب لقادر على أن يهديك إلى زوجة إسحاق اللهم عدك على بركة الله كم عدد الجمال سبعة من الإبل محملة بالزاد والهدايا وبعير أركبه وبعير يتعاقب عليه عبيد الحراسة وكم عدد عبيد الحراسة خمسة من الأشداء عين الله تحرصك وفقك الله وعانك شكر الله لكم وجزاكم عني كل خير مهلئيل أقبل يا رجل زودني بدعواتك الصالحة فإنك والله لمبارك وإنك لمن أقربنا مكانة عند خليل الله ألا تعلم أنه أقامك بدلا مني حتى أعود بإذن الله فأنت من اليوم خازنا لبيت مهاله أعانك الله وأعاننا على خدمة رسوله الكريم وحسن صحبته الح مواله أيها على بركة الله على بركة الله اللهو اعك اللهو بركة الله اللهو بارك اشتركوا في القناة 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 اشرب اشرب حتى اسقي جمالك يا الله اتكون هي التي اصطفاها رب مولاي ابراهيم لتكون ام عقوب بسم الله الحمد لله ماذا تقول اشتركوا في القناة اذكر اسم مالك المال ومالك نفسي التي ترتوي ومالك الارض التي تحملني ومالك السماء التي تضلني مالك كل شيء لا اله الا هو الله الرحمن الرحيم هذا كلام لا يعرفه اكثر الناس هنا ولكني سمعته من ابي يقول كان له عم يدعو الى الله ويكره الاصنام فعاداه قومه فالقوه في النار فانجاه الله منها يا بشرة يا بشرة ما اسمك يا فتاة رفقة ابنة من بنت باتوئيل ابن نحور ابن ازر مولاي اني اشاهد آية منك وكرامة انها حفيدة نحور اخي ابراهيم باتوئيل ابن ملكة ابنة هاران اي وربي فمن ادراك بجدتي ملكة حدثتني عنها اختها سارة ابنة هاران اقادم من بلاد جدتي سارة اجل اتعرف جدي ابراهيم وامامي ومولاي يا بشراي يا بشراي ليس ابي يراك هل عندكم مكانا لنبيت فيه نعم عندنا مكان لتبيت فيه وعندنا علف لجمالك وتبن كثير الحمد لله الحمد لله اذا اذهبي انتي واخبري اهلك واعدي مكانا لنا واني في انتظارك هنا حتى تعودي هل اكثرتم العلف والتبن للجمال في الحظيرة؟ ان ضيفنا قادم بعشرة جمال اطمئن فقد اعددنا كل شيء والماء هل ملأتم القرب؟ اجل يا ابتاء هران انظر امرأتك هل خبزت على الرمادي خبز ملة بلا خميرة؟ حياك الله يا امرأة ابني لا يصلح مع الشواء الا خبز ملة ام البنين تعلمت منك حفاوتك بالضيف يا اماه كان ابوك نحور يذبح العجل ويندجه على الحجر المحمي قبل ان يفرغ الضيف من غسل رأسه وقدميه وتبديل ثياب صفري وكذلك كان عمك ابراهيم حين كنت اراه في صباي على عهد زواجه من اخت سارة كان اسرع من ابيك في احضار الطعام للضيف مرحبا بالقادم من غرب الفراد من الفتاة؟ انا اخ رفقة التي قابلتك منذ برها انت اخ رفقة؟ اجل انا لابان ابن باتو ايل ابن ناحور ابن اعظر هيا معي ان جدتي ملكة تريد ان تراك لتسألك عن اختها سارة وجدك ناحور ابن اعظر نعم وقد نات جدي منذ ثلاثة اشهر ودفن بشرقية حاران وسميت الارض التي دفن باطرافها محلة ناحور ترى لو كان حيا هل كان يتلهف على اخبار اخيه خليل الله ابراهيم كما تلهفت ملكته على اخبار اختها سارة؟ لقد مات جدي ناحور مسلمة مات مسلمة؟ اجل ويا طالما عض على يديه وبكى كلما تذكر ايثاره اباه اعظر على اخيه ابراهيم ويا طالما تمنى لو انه كان اصطحب خليل الله في هجرته مثلما اصطحبه لوط ابن اخيه هاران الحمد لله على نعمة الاسلام اجل الحمد لله لقد نشأت فلم ارى في بيتنا صنما ولا وثنا ولم ارى من اهل احدا يسجد لغير الله ويا قد رأيت كيف اسمى جدي ناحور ابنه الذي هو ابانه اسماه باتئيل اي بثي لله لشدة ما كان يجد من الحزن والبث على فراق اخيه ابراهيم باتئيل اي بثي لله وكذلك اسمى خليل الله ابراهيم ابنه البكر اسماعيل اي الذي استمع الله له فيه اعلم يا ربي انك على كل شيء قدير وانك لا تختار لابن خليلك الا امرأة مسلمة ومن بيت مسلمين هيا يا عماه هيا يا عماه انه هيئنا البيت لك ولرجالك ولابلك اجل اجل لقد اطلنا وقوف رفقة على رأس الطريق هيا هموا يا رجال هيا من هنا يا عماه انظر ها هو ضيفنا قد اقبل اجل اني اتبين ابني لابان وابنتي رفقة يقدمانه مقبلين اجل السلام عليكم اهل مولا ابراهيم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا بطئيل بن ناحور بن اذر كان أبي شقيق رسول الله إبراهيم فمن أنت أيها الضيف أنا صاحب خليل الله إبراهيم وأمين بيته وخازن أمواله إنك لم مقرب إلى ابن عمي فكيف هو وكيف أختي سارا كانت أكبر مني ولكني تزوجت قبلها تزوجت نحور وكنت طفلة لم أزل أختك في رعاية الله وحفظه وأسفاه على سار كانت أجمل النساء طرعا ولكنها عقيم لا تلد انظري إلى قدرة الله العظيم فمن غيره يستطيع أن يجعل العقيم تلد ويحك يا هذا أولدت سارا؟ أجل بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق أتحققت البشارة؟ وهل تتنزل الملائكة بربك يا هذا؟ إلا أخبرتني خبر هذه البشارة؟ يا أماه إن الرجل قادم من سفر بعيد ووراءه جمال مجهدة وعبيد متعبون عد لهم الطعام لا 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 ورب إبراهيم لا أمس طعامكم حتى أسمع جوابكم يا أماه من الذي أرسلك إلينا؟ خليل الله إبراهيم ومن الذي يدلك علينا؟ وعلى فتاتنا؟ الله الله وحده إذن أجيبه يا أبتا ليست لنا إرادة بعد إرادة الله أين رفقة؟ هأند يا أبتا خذ ابنتي وزوجها لابن عم إسحاق هل نملك إلا طاعة أمر الله؟ بارك الله في رفقة الإسحاق هذه الفتاة أشبه حفيداتي باختصار في جبابها رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بنتا يا بضعة نفسي شبه بتيها طفلتي وزوجك يا أبوك تفارقين عشك وحضن أمك وتحملك الإبن وراء الفرات ليالي وأياما حتى تبلغي أرض عروسي هيا اشتدموها يا أم البني اسا يا أمي لا تبعاتي كما في العلوات شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة وأن أقول لمولاي إبراهيم إن الله قد وفقني وهداني إلى بيت أخيه ناحور وأنني قد عدت بحفيدة أخيه رفقة لتكون زوجة لمن بشرت به الملائكة إسحاق أجل وأما لمن بشرت به الملائكة يعقوب إن شاء الله لماذا لا يحضر إسحاق إلى أرضنا هذه أرض أجداده الأولين لا بل يبقى هناك ليرث مشارق الأرض ومغاربها مع أخيه إسماعيل يريثاني المال والكنوز والبيوت والأنعام والشجرة والعبيد لا أقد أوصاني خليل الله إبراهيم أن أتصدق بكل ماله على الفقراء والمساكين فالأنبياء لا تورث وكل ما يتركونه صدقة حتى لو تركوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة إن كل هذا لما متاع الحياة الدنيا ظل زائل وعرض فان ولكن إسماعيل وإسحاق يريثان الكتابة والنبوة والحكمة يريثان النور الإلهي الذي يستأهل به الإنسان أن ينظر الله إليه ومن نظر الله إليه وجد كل شيء وربح كل شيء حتى الخلود في الجنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر